طلبت وطلبت عن فن الصناعي منهجية الجدارات الصف الثاني النسيج أهلا وحبا بكم في الدراسة على الهواء في درس جديد من درسنا في منهج الصف الثاني الترمي التاني في مادة حساب الانتاج ونسبة الانتفاع عشان ندرس مع بعض حساب الانتاج هناخد في هذه الوحدة ست مخرجات تعلم فزي ما احنا فاهمين وعارفين ان احنا في نهاية كل مخرج تعلم ان احنا بتم علينا عملية ايه؟ عملية تقيم فنبدأ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حساب الانتاج للنول عشان نحسب الانتاج للنول بنحسب حساب الانتاج النظري اللي هو يعني بنتخيل ان النول لا يتوقف ان المكانات يتوقف ابدا على العمل وبعد كده بنحسب الانتاج الفعلي للمكان حتما بيتوقف المكان مهما كان جديد ممكن بيحصل قطعات في الخيوط لان الخيوطات المستخدمة غير ممتازة وحتى لخيوطات ممتازة بيحصل قطعات ولكن على فترات متبعدة بيحصل انقطاع للتاري الكهرابي فلابد يحصل توقف في المكانة المكانة لها جزء من الصيانة فلابد سواء صيانة دورية او صيانة علاجية لوجود خلل حصل فجأة فسواء صيانة علاجية او صيانة فجائية او صيانة دورية فجزء الصيانة دورية جزء مستقطع من وقت عمل الماكينة اذا المكانة مش هتعمل 24 ساعة متصل فلابد يتحسب انتاج الماكينة النظري وبالتالي انتاج المصنع ثم انتاج الفعلي لان مصنع نسيج لما بيتعاقد مع اي مصنع ملابس او مع مورد او عميل بيتعاقد بعقت يعني بيتعاقد ورقيا انا مطلوب مني نصف مليون متر اماش بمصافات كذا هخلصها في خلال مدة زمنية محددة وبعدين لو ما حقاش الانتاج بتاعه خلال مدة زمنية محددة هيتعرض لي غرامات موجودة في التعاقد ما بينهم لذلك ان هنا المادة صحيح كل شونة فيها حسابات نظرية انت بتعمل حسابات انتاج لكن فانت لابد انك بتحسب لان عدم الحساب بدقة قد يؤدي الى خسارة كبيرة جدا للمصنع يبقى عامل التشغيل اللي على الماكينات بيؤدي عمله الفني في التشغيل في صلاة الانتاج بيؤدي عمله ولو اخطأ في عمله قد يطلف خمات او قد يطلف في الماكينات كذلك الحسابات لو ما حسبش فعليا الانتاج ده يخلص في مدل زمنية قدي ايه قبل ما يتم توقيع تعاقدات مع مصانع بلبس الجهز او مع الموردين اللي بياخدوا الاقمشة مننا من مصانع النسيج لو حسب خطأ هيعرض المصنع او المؤسسات بتاعتنا الى خسارة بتوقيع الغرامات اللي عليها في بنود العقد اللي هي الشروط الجزائية فمن هنا بتيجي اهمية المادة حساب الانتاج بقى انت لازم تحسب انتاجك الفعلي وانتاجك الايه انتاجك النظر النهاردة هنبدأ نذكر لكم بس الاول المخرجات التعلم الستة وبعدين نبدأ في اول مخرج تعلم منها وهو حساب انتاج النول والسرعة بتاعته نشوف مع بعض المخرجات الستة اول مخرج وهو انك تحسب يحسب يعني الطالب اللي بيحسب انتاج النول حسب السرعة تبقى الاصناف منفذة حساب انتاج النول حسب السرعة تبقى الاصناف المنفذة اصناف الاقمشة المخرج التاني حساب نسبة الانتفاع والعوادم لازم تحسب نسبة الانتفاع يعني الماكنة لو تعطلت 5% من الوقت اذا الماكنة بننتفع منها 95% من الوقت لو قلنا ماكن بيتعطل 10% من وقت العمل اذا احنا بننتفع من الماكن ده بنسبة 90% من وقت العمل يبقى المخرج الاول حساب انتاج النول وسرعته اللي هو حساب الانتاج المخرج التاني ازاي نحسب نسبة الانتفاع من المكن وازاي نحسب العوادم اللي عندنا عشان يعاد تدوير يعاد تدويرها مرة اخرى بعد كده المخرج الثالث حساب الانتاج النظري لماكنة تدوير اللحمة ازاي نحسب الانتاج النظري لما نقول انتاج النظري هنتعرض في المخرجات من الثالث للسادس كلها حساب الانتاج النظري لماكينات مختلفة جو المصنع وما نقول كلمة انتاج النظري غير لما نقول انتاج فعلي انتاج النظري يعني الانتاج الذي نتخيل فيه عمل بلا توقف ولا ثانية الانتاج النظري لماكين تدوير اللحمة الانتاج النظري لماكينة السداء الانتاج النظري لماكينة البوش أو التنشية البوش هي التنشية الانتاج النظري نحسبه يعني لعملية اللقي هم دول سيطة مخرجات تعلم اللي عندنا في هذه الوحدة نبدأ بنخرج الأولاني هو حساب الانتاج اللي هو حتى يواخد الاسم من اسم الوحدة نفسها حساب الانتاج للمكنة وفقا للسرعات احنا لو شفنا عندنا في المصنع او شفنا عندنا في المدرسة هنلاقي مكنة زي في المصنع هنجد في اليسار كده في النول في عندنا عداد العداد موجود في الشمال العداد ده هنلاقي فيه ارقام الارقام دي هي دي اللي بتعبر عن ايه بتعبر عن اول كلمة عايزين اتعرض لها النهاردة في المخرج الاول وهي كلمة البنت البنت يعني الف حتفة معنى كلمة بنت في النسيج تعني الف حتفة لو عامل البناء بتقوله انت هتبنلنا الفين طوبة يبقى هو بيشتغل بالالف بيشتغل بالالف طوبة كل ما بيبني الف طوبة بياخد مثلا اجر قدره سيا يعني ربعمية جنيه بقول سيا يعني رقم افتراضي انا ما عرفش ما عرفش في قسم البناء لكن انا ليه خدت البناء لان البناء بيبني بالالف طوبة هنا النسيج ايضا بينسج بالالف حتفة ايدي عامل المشترك اللي خدتوا بينهم اللي هو الالف فزي ما عامل البناء بياخد بيتقاضى اجره عن كل الف طوبة يبنيها عامل النسيج بيتقاضى اجره عن كل الف حتفة الماكنة بتبدأ تحديف فقية انسجها وبالتالي فلابد من وجود عداد لان الماكنة بيشتغلش عليها عامل واحد بيتناوب عليها اذا كانت مصنع تات ورديات هيتناوب عليها تات عمال على خط الانتاج اما لو كان بيشتغل اربع ورديات هيتناوب عليها اربع عمال في نفس اليوم اذا كان مصنع شغال ورديتين اتنين فقط اذا هيتناوب عليها اتنين من العمال في نفس اليوم طب نحسب انتاج الكل واحد فيهم ازاي عن طريق العداد مش في الوردية بياخد القراءة في اول وردية وانت بدأت من عند رقم سيا يعني رقم متين الف بونت. متين بونت. يبقى انت لو في نهاية الوردية وقفت عند بعد ما قد تتوقف عندي متين بدايتك متين. وقفت عند تلتمية. يبقى ازا انت النهاردة انتجت متين من تلتمية اطرحة. يبقى انت انتجت نهاردة ميت الف حتفة. او باللغة لنسيج. هنقول انت نهاردة انتجت ميت بونت. طبعا بينتج اكتر كبه كتير. انا بديك ارقام افتردامه صغر عشان تفهم الموضوع. يبقى كلمة بونت تعليل الف حتفة. بنشوف العامل اشتغل بدايته كانت مسلا الماكنة كانت العداد مزبوطة على مية. مية بونت اخر واحد. لما بدأ العامل ده يشتغل وفع عند خمسمية. يبقى ان ازا نقول العامل ده في الوردية ده اشتغل ربعمية بونت. من هنا العداد ده بنعرف نحسب. طب البونت معناه كم حتفة? الف حتفة. البونت كم حتفة? الف حتفة. عايزين نحسب الانتاج بالبونت. عشان نحسب الانتاج بالبونت حسابيا لازم اعرف عدد حدفات القماشة. لازم اعرف عدد الحدفة. هذه اللي حدفها. عشان اقسم على الف اطلع كام بونت اشتغل. على سبيل المثال. لو قلت ما كان اشتغلت الفين حدفة. يبقى العامل ده اشتغلت كم بونت? هتقول لي الفين حدفة? تم البونت الواحد الف. يبقى الفين على الالف. يبقى العامل اشتغل اتنين بونت. لو قلنا العامل اشتغل. لو المكنة اشتغلت خمس تلاف حدف. يبقى اشتغل كام بونت? تقول لي خمس تلاف حدفة الاماشة كلها. على الالف اللي هو عدد حدفات البونت. يبقى العامل اشتغل خمس. وهكزا. يبقى ازا عشان احسب عدد الابناط اللي اشتغالها العامل. لابد من حساب عدد لحمات الاماشة جامحة. وعدد لحمات الاماشة جامحة عايزين نقول لها اكتر من طريقة لحسابها عشان احسب عددها في لحمات القماشة جامحة لها اكتر من طريقة عشان احسب عدد لحمات القماشة اول طريقة لحساب عدد لحمات القماشة بنحسبها نظريا منين من لحمات الصنط الواحد في مية ادي كده لحمات المتر في طول القماشة بالمتر يبقى لحمات الصنط في مية في طول القماشة الخام بالمتر اعتطق عدد لحمات القماشة جامحة لحمات المتر ممكن تبقى خمس مئة متر ستمائة متر لو ان اللحمات الصنطي سيئاً 20 يبقى 20 حماية في الصنطي في 100 أدي لحمات المتر 2000. في 500 متر في 600 متر في طول القماشة كما تكون. يبقى إذن عدد لحمات المتر جامحة بنجيبها من أكثر من طريقة. طريقة الأولى حسبياً متى تحسب من لحمات الصنطي في 100 اللي هو صنطيمت متر في طول القماشة الخام بالمتر. الطريقة التانية عن طريق سرعة المكنة. عن طريق إيه؟ سرعة المكنة. سرعة المكنة ليه حدفات المكينة في واحد دقيقة معنى كلمة سرعة المكينة يعني حدفات المكينة في واحد دقيقة يبقى انتجي حدفات منين حدفات المكينة في الدقيقة في ستين يبقى عرفت حدفات المكينة في ساعة يبقى حدفات المكينة في الدقيقة ليه السرعة الموضوع في ستين يبقى كده حدفات المكينة خلال ساعة في عدد ساعات الوردية يبقى حدفات المكينة الواحدة في الوردية في عدد المكينات عامل شغال عليها. المكان مش شغال على تمان مكنات عشر مكنات اثناشر مكنات. حسب حداثة المكنات. يبقى نقول لحدفات حدفات الدقيقة للسرعة في ستين. في الساعات الى ساعات الوردية. في الورديات. تمام? في الماكينات. يبقى كده حسبنا عدد حدفات القماشة جامحة نظرية. يبقى حدفات القماشة. اما انها اتت من لحمات الصنطف مية بطول خم بالمتر. او من السرعة في ستين في الساعات في الورديات في الماكينات. طلعنا عدد لحمات القماشة جامحة. ممكن ايضا نجيبها عن طريق الاجر. ممكن نجيب عدد لحمات القماشة جامحة عن طريق الاجور. طب عشان الكلام يبقى منظم ونبدأ نفهم مع بعض امشي كده. ناخد تماليل اول ازاي احسب الانتاج بالبند? بان احنا نحسب لحمات القماشة لما يعطي في المسألة طول خام ولحمات صنطي. ولما يعطي في المسألة سرعة المكنة وزاي احسب ايضا عدد لحمات القماشة. لما نفهم دول نبدأ ايه نضيف نضيف ونحنا ماشيين مع بعض في الرحلة الجميلة بتاعت حساب الانتاج. نقول بسم الله نبدأ مع بعض. نشوف كده على الشاشة. هنلاقي فينا كده عداد عنده على اليسار. العداد ده بكتوب هنا 334. عندك على الغلافة على الوحدة بتاعتك اللي انت مستلمها. هتجد ان الرقم ده يعني 340 ألف لحمة. يعني هو بس سواء احنا هنا بنعد. الرقم ده بيقلب كل ألف. كل ما القرنك يدور ألف دورة. اي كل ما يتحدف هنا ألف حتفة. ايا كان نوع المكنة. ضغط هوى. ضغط مية. حراب. سولزر. كما لو اي كانت طراز المكنة. هنا كل ألف بيقلب رقم. يعني ما يتحدف ألف حتفة. يبقى دي خمسة. ألفة كمان تبقى ستة. وهكذا وهكذا. طيب كده عرفنا العداد. وانا المخرجات التعلم اللي عندنا. ست مخرجات التعلم. وبدأنا بالمخرج الاولاني اللي هو ازاي نحسب الانتاج. وانا عشان نحسب الانتاج. اول حاجة عايزة اعرف ازاي احسب الانتاج بالبونت. وانا الانتاج بالبونت هيأتي حسابه من عدد حدفات القماشة جامعها. مقسومة على حدفات البونت الواحد. وحدفات البونت الواحد. يبقى الرقم ألف ده هو رقم سابت عندي. الالف هو رقم سابت اللي هو يسمى اختصارا بونت. طيب اني جي ناخد مثال. طيب عشان قولنا بعيد لك تاني. احنا قولنا من دلوقتي اني عندي طريقتين. هم عندي اكتر من طريقة. عندي ربع طرق. لجد لحمات القماشة. بس مبدئيا اعرف طرقتين دول. وبعد كده هنكمل التالتة والرابع مع بعض. واحنا ماشيين في الرحلة. قلنا حدفات القماشة على حدفات البونت. حدفات القماشة جات من لحمات الصنط هي. في مية في طول القماش الخام بالمتر. لحمات الصنط الواحد. في مية لحمات الصنط في مية صنط يعني كده لحمات المتر. في طول القماش بالمتر لحمات اشرا جامعة. على الف اللي هو حدفات البونت. طيب ما ادنيش في المسألة لحمات صنط ولا اداني طول قماش خام. او ما ديش واحد منهم. بس اداني سرعة الماكنة. وداني ساعات الوردية وعاد الورديات وعاد الماكنة. يبقى نقول له سرعة الماكنة في الدقيقة الوحدة. في ستين. يبقى كده ادي عدد حدفات الساعة الوحدة. السرعة ليها حدفات الدقيقة. في ستين. ادي كده حدفات الساعة. في عدد الساعات. في عدد الانوال. يبقى انت كده جبنا عدد حدفات القماشة جامعة عن طريق السرعة. حدفات الدقيقة ليها السرعة. في ستين. في الساعات. في الورديات. في الانوال. اعتطق عدد لحمات القماشة جامعة. على الف. اللي هي حدفات البونت. يديك الانتاج بالبنط مثال اول بيقولك عامل نسيج بيعمل على ثلاث ماكينات سرعة المكينة كل منها 150 حاتفة في الدقيقة فكم يكون انتاج هذا العامل بالبنط في زمن قدره 8 ساعات تاني ركزوا معايا ابناء مات الطلبة عامل نسيج وفعتات ماكينات هم صغير لك ارقامهم ثلاث ماكينات والماكينة شغالت سرعة بتاعتها 150 حاتفة في الدقيقة يعني ما بداكش الحمالة سنتي ما بداكش لحمات ايه سنتي عشان تقول لحماتك ماشا كزا لا دا دا داك السرعة بتاعت الماكينة ووداك عدد الانوال مش كده ركز معايا مع بعض يبقى العامل شغال على ثلاث ماكينات سرعة الماكينة 150 حاتفة الدقيقة فكم يكون انتاج هذا العامل بالبنط في زمن قدره 8 ساعات انتاج بالبنط زي ما احنا عارفين هيجي من عدد حدفات الاماشة اللي هي تيجي منين السرعة في 60 في الساعات 8 اهي هنعوض عنها السرعة 150 السرعة 150 في 60 يبقى كده حدفات الساعة في عدد الانوال 3 في عدد الساعات 8 على حدفات البنط 1000 هنعوض عنها الحل لهو 150 حدفة في 60 بجده حدفات الساعة في 3 ماكينات في 8 ساعات على 1000 طلعت 216 بونط يبقى العامل اللي شغال على 3 ماكينات لمدة 8 ساعات بسرعة مكنة 150 حاتف الدقيقة هينتج 216 بونط حسبناها الزئي حدفات القماشة على 1000 حدفات القماشة جات من اين جات من السرعة بتاعت الماكنة مضربة في 60 لحامات حدفات الساعة في الساعات في الماكينات طبعا هنا ما قال ليش ورديات يبقى اذا هي وردية ايه وردية واحدة نشوف مثال تاني بولي عامل نسيج يعمل على خمس ماكينات سرعة كل منها 180 حاتف في الدقيقة فكم يكون انتاج هذا العامل بالبونط في زمن قدره 8 ساعات العامل يعمل على خمس ماكينات سرعة كل ماكينا 180 حاتف الدقيقة ومطلوب انتاج هذا العامل طبعا بالبونط في مدة زمنية قدرها 8 ساعات طبعا لو رحصت في مسألة ماقليش ورديات ولا ايام ولا الكلام ده يبقى احنا هنحسب عدد لحمائة القماشة مقسومة على الف والالف سابتة خلاص احنا حفظنا البونط الف حاتف يبقى هنضرب سرعة الماكينا الـ 80 في 60 و60 دي سابتة لان الساعة 60 دقيقة السرعة في 60 في الساعات الـ 8 في الانوال اللي هي خمسة على حدفات البونط اللي هي كام اللي هي ألف الحل هو السرعة 180 في 60 دي لحمات الساعة الوحدة في الساعات تمانية في الماكينات خمسة على ألف طلعت 432 ننتبه ابناء الطلبة ان ممكن في المسألة يقول لك 8 ساعات شغال وردي شغال 10 طيام انتبهوا ان لسه في عندنا احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة ان ممكن ما عندك بدل ما شغال وردية شغال أكتر من وردية ممكن يكون شغال عندك بدل يوم عدد من الأيام مثال التالت عامل نسيج بيعمل على 12 مكنا سرعة المكينة سرعة كل منها سرعة المكينة 200 حدفة في الدقيقة فكم يكون انتاج هذا العامل بالبونط في زمن قدره 7 ساعات العامل في المثال ده شغال على كم مكنا 12 سرعة المكنا الواحدة 200 حدفة في الدقيقة ومطلوب الانتاج بالبونط في مدة زمنية وردية وحدة يوم واحد كم ساعة 7 ساعات طبعا احنا خلاص حفظنا بعد الوقت ان البونط 1000 حدفة وان عشان نعسب حدفات القماشة عن طريق السرعة فين هي لسرعة المكنا اللي هو الدهالي 200 يبقى السرعة 200 في 60 يبقى كده حدفات الساعة 200 في 60 في الساعات اللي هي السبعة في 12 مكنا على 1000 دي طلعت 1100 بونط 1008 بونط 1008 بونط يبقى الانتاج بالبونط هو قسمة رقمين على بعض هأسم عدد لحمات الأماشة على 1000 لحمات الأماشة على 1000 بقى الأغز في الاعتبار عدد لحمات الأماشة جميعها هكذا عارفتنا طريقتين لإيجادها إما تيجي عن طريق سرعة النول لحافات الدقيقة في 60 في الساعات في الأنوال يئما أنها تيجي من لحمات الصنطف 100 في طول 5 بالمتر في الثلاث أمسلة التي تعرضتنا دلوقتي لحمات الأماشة تم حسابها عن طريق سرعة النول مثال أربعة نول نسيج يعني ما كانت نسيج بتنتج يوميا 18 متر ومتوسط حتفات الصنطف 20 20 يعني عشي حتف الصنطف فما هو إنتاج النول بالبنط هنا ما تدكش سرعة النول في الثلاث أمسلة الأول يدكس سرعة النول في حسب لحمات الأماشة هنا تدك لحمات الصنطف وطول الأماشة الخام بالمتر 18 يبقى أقوله هنا الانتاج بالبنط هي 80 لحمات الصنطف 20 في 100 عشان يبقى لحمات المتر في 18 كده لحمات الأماشة على ألف حل أكتبه هو يبقى انتاج بالبنط جه من حدفات الصنطف المتمثلة في 20 في 100 في الانتاج بالمتر الى 18 على ألف لحمات الصنطف في 100 فطول أماشة 5 بالمتر لحمات الصنطي في مية فطول قماش بالمتر على الالف يبقى ستة وتلاتين بونت لما يحب يحسب الانتاج اليومي للمصنع الانتاج اليومي للمصنع عشان احسب انتاج يومي لمصنع لازم اجيب لحمات اليوم على لحمات المتر عايز ابناء وبنات الطلبة ركزوا في الكلام عشان احسب انتاج المصنع في اليوم انا بقول لك باختصار عشان اعرف مختصر وبعدين فصص الكلام فصرها بقى دي تيجي منين حتة عدة يبقى الانتاج اليوم للمصنع يأتي من لحمات اليوم اللحمات حتى تقول لها جوه خلال اليوم على لحمات المتر مقولش الف قلت على لحمات الايه المتر هو هنا مش عايز الانتاج بالبنط هو عاوز الانتاج اليومي للمصنع متر الانتاج اليومي المصنع متر انت داخل مصنع نسيج بتقول مدير الانتاج هو المصنع بتاعك بينتج كم متر في اليوم يقولك بنتج مسلا خمس تلاف متر اربع تلاف متر عشرين الف متر يبقى دائما وابلا انتاج المصنع للنسيج بيبقى انتاج بيحسب بعدد امطار القماش اللي بتنسج على كل المكينات اللي عنده داخل ايه داخل المصنع حسابية نظرية عشان احسن الانتاج اليوم هو كم متر لازم اعرف رقمين عدد لحمات القماشة كلها في اليوم على لحمات المتر تديك الانتاج اليوم بالمتر لحمات الوشة جامحة دي تيجي منين تيجي عن طريق سرعة النور تيجي عن طريق ايه سرعة الانوال وبيقول لك مصنع فيه ست مكينات يعمل يوميا تلت ورديات بيش شغال وردي واحدة شغال سلاس ورديات كل وردية 8 ساعات ومتوسط سرعة النور 108 حدفة في الدقيقة وحدفات الصنط 24 حدفة في الصنط عاوز انتاج المصنع بالمتر في اليوم يبقى هنقوله عشان نحسب عدد لحمات الوشة جامحة هنضرب سرعة النور الواحد الـ 180 في 60 سندي احنا عارفنا احفظونها ان 60 هي عدد عدد دقيقة الساعة السرعة 180 في 60 في الساعات هي 8 في الورديات هي 3 ورديات يبقى كده حسب تعالد لحمات الاماشة للمكنة في 6 ماكينات يبقى حسب تعالد لحمات الاماشة للـ 6 ماكينات على لحمات الصنط في 100 لحمات الصنط 24 100 سبتة للمتر 100 بالفعل الحل هو السرعة 180 في 60 ادي انتاج ساعة في الساعات في الورديات في الماكينات على لحمات الصنط في 100 المصنع بينتج 648 متر اماش في اليوم يبقى انتاج المصنع في اليوم تم حسابه ازاي تم حسابه عن طريق قسمة عدد حرفات الاماشة المنسجة المنسوجة خلال اليوم على كل ماكينات وفي كل وردياته على لحمات المتر لحمات صنط في 100 لحمات صنط في 100 دي سهلة خلاص مقدور عليها نجي بقى للجزء اللي في البسط ده كده جبناها منين سرعة الماكرة في الدقيقة في 60 يبقى انتاج الحدفات عدد حدفات الساعة في الساعات للوردية الوحدة فعدد الورديات في عدد الماكينات يعطي عدد لحمات القماشة جامحة خلال يوم مقصومة على لحمات المتر اللحمات صنط في 100 تعطي كم متر ينتجها المصنع في اليوم مثال اخر يقول لي مصنع نسيج بـ 15 مكينة مصنع نسيج بـ 15 مكينة بيعمل يوميا اتنين من الورديات مصنع فيه 15 مكينة بيعمل ورديتين في اليوم كل وردية 8 ساعة متوسط سرعة النور اي سرعة النور 160 حدفة في الدقيقة علما بقى ان حدفات الصنط 30 حدفة احسب انتاج المصنع بالمتر انتاج المصنع بالمتر قلت هيأتي من قسمة رقمين حدفات اليوم على حدفات المتر حدفات المتر سهلة لحمات الصنط في 100 لحمات الصنط 30 في 100 خلصنا من الوقت نجي نحسب بقى لحمات تتحسب ازاي تتحسب كلقات السرعة يا 60 في 60 السرعة في 60 يبقى كده عدد لحمات الساعة الوحدة في الساعات تمانية يبقى كده عدد لحمات خلال وردية الماكينة وحدة في الورديات عدد لحمات الماكينة الوحدة خلال اليوم في الماكينات يبقى السرعة في 60 في الساعات في الورديات في الماكينات تاني السرعة في 60 في الساعات في الورديات في الماكينات او موقتقول السرعة في ستين الساعة ستين دقيقة كده زي كده بالظبط الساعة ستين دقيقة كل دقيقة بيهو ستين حدفة يبقى دول لحدفات المكنة الواحد في عدد المكن يبقى دول كده عدد حدفات الساعة للخماشر مكنة في الورديتين كل واحدة ثمان ساعات مش بنحفظ احنا نفهم يبقى حدفات الدقيقة في المكنة في ستين عشان تبقى دي حدفات الساعة في الساعات التمانية لورد يتين في اليوم فعدد المكان الخمستاشر يبقى كده حصلنا على عدد حدفات القماشة المنسجة في اليوم على لحمات المتر الواحد اللي هي لحمات الصنطف مية يبقى انت كده حصلت على 768 متر اي الانتاج اليومي للمصنع بالمتر ناخد تمارين كده ونركز فيها مع بعض تمارين سهلة الحساب بيعتمد على الفكر انت كده عرفت بعض المعطيات ايه نبدأ بقى لما تقرأ مسألة شوف هو عاوز ايه ومعطياتك ايه ايه المعطيات اللي عندك ويه المطلوب مش هنمشي سطنبا يعني مش كل التمارين هي سطنبا من بعضها لأ فانت تقرأ المثال كويس عامل نسيج بيعمل على خمس ماكينات كل منها مية حدفة في الدقيقة يعني السرعة سرعة كل منها مية حدفة في الدقيقة فكم يكون انتاج هذا العامل بالبونت بزمن قدر وسبعة ساعات احنا من شوية قلنا الانتاج بالبونت ييجي من لحمات اليوم على الف لحمات اليوم على ايه على الف هنا ما نيجي نحسب انقول العامل الشغال على خمس ماكينات المكان المتحدث في الدقيقة يبقى مية في ستين يبقى كده لحمات الساعة في الساعات اللي هي سبعة في خمس ماكينات يبقى كده عدد حدفة اللي يحدفها العامل كلها طولة اليوم على الف نكتب الارقام بتاعتنا كيف تاخد بالك منها انتاج العامل بالبونت قلنا هنقسم رقمين على بعض عدد لحمات القماشة على الف يبقى السرعة الماكنة في ستين في الساعات في الماكينات على الف السرعة في ستين في الساعات في الماكينات على ايه على الف نرجع تاني انصح الكلمة دي يبقى احنا دلوقتي نفتمرين طلب مني الانتاج بالبونت طلب مني انتاج بالبونت والانتاج بالبونت زي ما احنا قالين بيجي من انتاج عدد اللحمات اللي عندي على ايه على الف انتاج بالبونت بيجي من عدد لحمات اليوم على الف يعطي الانتاج بالبونت يعطي الانتاج بالبونت نشوف مع بعض المسال التاني اهو صوابنا الكلمة بس الانتاج بالبونت هيأتي من لحمات القماشة جميعها على الف يبقى سرعة الماكنة في ستين في الساعات في الماكينات على الف سرعة الماكنة اللي عندها كنا ميت حادفة في الدقيقة بشي كمت سرعة عط مية الستين سبتة ان الساعة ستين دقيقة في الساعات بشي كمت الساعات عط السبعة في الماكينات اللي هما كام اللي هما قل عليهم هما خمس ماكينات وعوض يبقى مية للسرعة في ستين في الساعات في الماكينات على الف طلعت ميتين وعشرة بونت مثال اتنين بيقول لي المسألة مصنع ناسيك به ثلاث ماكينات طبعا بشي مصنع ناسيك بشي تات ماكينات المصنع بألوفات الماكن فيه ألوفات ماكن خطوط انتاج لكن الارقام دي حقيقية فعليا كبيرة تبقى انت اتعلمت الطريقة الحسابية المادة اسمها اصلا حساب انتاج وتكاليف انتاج مصنع ناسيك به ثلاث ماكينات يعمل كل يوميا الثلاث ماكينات دي تعمل يوميا ثلاث ورديات كل منها اي كل وردية سبع ساعات متوسط سرعة النول اي الماكنة 120 حدفة في الدقيقة علمي بأن حدفات في صنطي 20 حدفة في صنطي احسب انتاج المصنع ايه دا؟ المثال اللي فات كان عايز انتاج بالبونط المثال اللي فات كان ايه؟ فكام يكون انتاج بالبونط لما يكون عايز انتاج بالبونط عشان ما تخلطش في المسألة بقسم لحمات الاماشة على الف لما يكون عايز انتاج بالبونط بقسم لحمات الاماشة على كام؟ على الف لكن لو عاوز انتاج المصنع بالمتر بقسم ايضا لحمات الاماشة بس على إيه على لحمات المتر دي اللحمات سنطف مين تاني الانتاج بالبونت لحمات القماشة على ألف الانتاج اليوم من المصنع أو انتاج بالمتر تبقى لحمات القماشة نفس الكلام هو نفس الحزب بس بدل بقسم على ألف قسم على لحمات الإيه لحمات المتر يبقى لازم لما نقرأ مسألة شوف هو المطلوب عاوز إيه معطياتك إيه يبقى المصنع بيتات مكينات يعمل يومين 3 ورديات كل وردية 7 ساعات سرعة النول 120 حتف الدقيقة وقال لك هنا كمان حتفات 20 حتف الصنط يبقى هنقول له انتاج المصنع هيجي من لحمات اليوم او اللحمات على لحمات صنطف 100 واللحمات هتيجي منين هنا عن طريق السرعة عن طريق ايه عن طريق سرعة النول السرعة 120 حتف الدقيقة في 60 في الساعات الساعات 7 في الماكينات اللي هو قال لك سرعة ماكينات تعال نعوض تعال بارقام 120 في 60 في الساعات 7 في الورديات ما تنساش قال لك شرع المصنع 3 ماكينات تعمل وعنده 3 ايه 3 ورديات المثال لقم 3 بيقول لي مصنع نسيج بيه خمس ماكينات تنتج الماكينة الماكينة ايه الماكينة الوحدة في الوردية 84 بونط 84 ايه بونط وحنا هلقوا وننسوا وننسوا وننسى ان البونط الف حتف البونط ايه الف حتف المصنع شغال بيه خمس ماكينات والخمس ماكينات بتنتج في الوردية 84 بونط علمه بان حتفات السنتي يعيش حتف السنتي فهم هو انتاج المصنع بالمتر ايه ده ده احنا قلنا ان حتفات القماشة تيجي من لحمات السنتي في مية فطول خم بالمتر او تيجي من السرعة فستين في الساعات في الورديات في الماكينات طب مال هنا عشان احسب انتاج المصنع لازم اقسم اقسم ايه ابنة الطلبة اقسم عدد لحمات القماشة على لحمات المتر لحمات المتر معطياتها عندي اللي هي لحمات السنتي العشرين في مية لكن لحمات الماكينات دي اجيبها منين لا داني سرعة ولا داني طول انتاج ده طول انتاج مطلوب طول انتاج بل متر مطلوب يبقى هنحلها زي عن طريق الابنط خلي بالك دي بقى الطريقة التالتة لحساب عدد لحمات القماشة يبقى عدد لحمات القماشة تأتي من لحمات السنتين في مية فطول الخم بالمتر تأتي من السرعة في الساعات في الورديات في الماكينات في الانتفاع تأتي من عدد الابنط فى ألف تيجي من عدد الأبناط اللي عندك في ألف يديك عدد لحمات الأماش يبقى ديك تالت طريقة لحساب عدد لحمات الأماش انتبهوا أن عدد لحمات الأماشة جامعها هي المفتاح بتحل مسائل كثيرة إيجاد عدد لحمات الأماشة بأي طريقة هي مفتاح حل التمرينات لأن احنا بناخد حساب الطريقة الرابعة ولسه ما قلنهاش عن طريق الأجر طرفين فساطين يبقى عندك أربع طرق سابتين أساسيين نازم تعرفهم الأربعة دول بأي طريقة منهم تؤدي إلى حساب عدد لحمات الأماش عشان تقدر تحل التمريم بتاعك تحسب الحسابات بتاعتك يبقى دلوقتي هنقول السرعة مش عندي يبقى مش هادر سيكون القانون ده طب هجيب النتاج المصنع متر منين أضرب عدد الأبناط اللي عندي اربعة وثمانين بونت في الف أربعة وثمانين في الف يبقى كده جبت عدد ايه عدد الأبناط اي عدد في الف يبقى كده جبت عدد لحمات الماكينة كده جبت عدد ايه عدد لحمات الماكينة عشان أقول لك هنا ايه مصنع نسيج بخمس ماكينات تنتج الماكينة الماكينة الواحدة في الوردية اربعة وثمانين بونت يبقى الاربعة وثمانين بونت دول دول انتاج مين انتاج الماكينة الواحدة يبقى بالتالي هو الاربعة وثمانين انتاج الماكينة الواحدة بالبونت في الف يبقى كده حدفات الماكينة الواحدة في خمسة يبقى حدفات المصنع على لحمات الصنطي العشرين في مية ايه اربعة وثمانين في الف في خمسة على عشرين في مية يبقى عدد الأبناط للماكينة فالف جبنا عدد لحمات القماشة جامحة للمكينة في عدد المكينات على لحمات المتر اللي هي لحمات الصندف مية يبقى المصنع هذا بينتج 210 متر يبقى فهمنا في المثال ده حتى جديدة مهمة يجب أن يكونوا عارفينها إن عدد لحمات القماشة لا تحسبت لا عن طريق لحمات الصندف مية في طور الخام بالمتر لأن طور الخام أصلا ده هو المطلوب فما هو إنتاج المصنع بالمتر طيب ما تنفعش نحسب بطرها دي ولا تنفع عن طريق السرعة بتاعت الماكينة في 60 في الساعات في المكينة ليه مش تنفع لأن مش عندك سرعة الماكينة لم يعطي لك سرعة الماكينة استعاد عنها بفكرة تانية إنه ده كم بونت تنتجه الماكينة أعطاك في المسألة إنتاج الماكينة بالبونت فإنت إنتاج الماكينة بالبونت أنت حاولوا الحدفات إزاي نضربوا في ألف إن كلمة بونت تعني ألف يعني دي الكامل لو كان 84 ألف حدف في خمسة أي الخمس ماكينة يبقى ده إنتاج المصنع بالحدفات في اليوم على لحمات المتر لحمات صنطف مية يبقى كده حصلنا على إنتاج المصنع في اليوم بالمتر نشوف مثال أربعة بقول لي نقول نسيج ينتج 16 متر ده إنتاج بتاعه بالمتر ومتوسط حدفات الصنطي 30 حدف الصنطي فما هو إنتاجه بالبونت سهلة إحنا قلنا إنتاج بالبونت يعني عدد اللحمات كلها على ألف عدد اللحمات هنا إدىك طول إنتاج بالخام بالمتر وإدىك لحمات الصنطي يبقى أضرب 30 في مية لحمات المتر في 16 على ألف نشوف الحل مع بعض زي ما سابق وقلنا واخدنا أمسنا متشابهة قلنا إنتاج بالبونت بيأتي من حدفات القماشة على ألف حدفات القماشة على إيه على ألف حدفات البونت لها الألف والألف سابت يبقى لحمات الصنطي 30 في مية هذه لحمات المتر في 16 على ألف لحمات الصنطي في مية في 16 لها طول الخام بالمتر على ألف يبقى إنتاج المصنع بالبونت طلع عندنا تمام طيب تعالوا بقى نحسب الانتفاع والعوادن مخرج التاني إزاي نحسب نسبة الانتفاع قلنا نسبة الانتفاع يعني الماكنة لو هتشتغل عندك 8 ساعات وتعطلت عندك ساعة يبقى إذن الانتاج النظري 8 ساعات لكن الانتاج الفعلي هو السبع ساعة طيب أمور ممكن يتعطل ساعة ده مصنع يخسر أما نقول يحسب الانتاج النظري اللي هو التشغيل بلا توقف تشغيل مكينات بلا توقف لكن أوع تنسى ان مصنع سيانة دورية سيانة يومية سيانة شهرية للماكينات يعني في توقف نتيجة قطعات الخيوط يعني في توقف نتيجة حصل عيب مفاجئ حصل عيب مفاجئ في المكناة فلابد من تدخل سيانة كل دي مسمى زمن أعطار فلما نخسم الأعطار من الزمن النظري يعطي الزمن الفعلي يبقى الزمن الفعلي للمصنع هو الوقت اللي المكنة ضارت فيه وانتجت فيه هو الزمن الفعلي الزمن الفعلي هو الزمن بعد خصم نسبة الاعطار الزمن الفعلي هو الزمن بعد بعد خصم واحتساب نسبة الاعطار ممكن لها بصيغة تانية هو الزمن الزمن الفعلي هو الزمن اللي تنتج فيه المكنة وتعمل فعليا يعني لو ان المكنة شغالة 100 ساعة وتعطلت 5 ساعات المكنة شغالة مستهدة في الناس تشتغل 100 ساعة لكن هي اثناء التشغيل تعطلت 5 ساعات يبقى الزمن الفعلي لها 95 ساعة 95 ساعة مش 100 النظري انها تشغل 100 ساعة تعطلت منهم 5 ساعات يبقى الفعلي هطرح العطار من الزمن الكلي يديني على طول الزمن الفعلي لتشغيل المكنة ده المعيار التالي المعيار التالت هو ازاي نحسب فاقد الوقت لكل عملية يقوم نقوم بيها ندي امثلة عشان احنا هنفهم مع التمارين اكتر احنا بنشتغل الحسابات والحسابات اللي عندنا خلي بالك ان المخرجات التعلم الستة كلهم هيتقيموا بادل التساؤل ما عندكش لبطاط ملاحظة معايير اداء ولا عندك بطاط فحص منتج انتش بطلع منتج انت كل شغلتك حسابات نول سرعة 200 حتف الدقيقة بينسج قماش عدد حتفات الصمت به 16 حتفة ويعمل يوميا ورديتان الوردية 8 ساعات المطلوب ايجال الانتاج النظري بالمتر الانتاج النظري هو الانتاج بلا توقف يعني الماكنة دارت بسرعة 180 حتف الدقيقة شغالة 8 ساعات ورديتان يبقى 16 ساعات دول شغالهم على طول متصل بلا ايه بلا توقف ده الافتراضي طيب بهموا هنا مطلوب الانتاج النظري بالمتر فاقولوا انتاج بالمتر هيساوي انتاج بالمتر هيجي من عدد الحدفات على لحمات المتر لحمات المتر لحمات الصمت في مية لحمات الصمت في مية طيب نجيب الحل تاني هي الحل على شاشة قدامكم السرعة اللي هي 180 حتفة في 60 هذه لحمات الساعة في الساعات 8 في الورديات 2 السرعة في 60 في الساعات في الورديات السرعة في ستين الساعات في برديات دي كده عدد لحمات القماشة على لحمات المتر تديك الانتاج اليومي للمصنع مية وتمانية متر يبقى انتاج نظري حسبناه من عدد لحمات القماشة جميعها مقسومة على لحمات المتر اللي هي لحمات الصنطف مية المسال التاني ونقرأه مع بعض براحتنا كده بيقول لي ان مصنع نسيج بيحتوى على خمس انوال يعني خمس مكنات نسيج سرعة النول اي سرعة المكنة مية وستين حاتف دقيقة طبعا احنا عالفين ان مصنع دلوقتي سرعاتها الف وتونمائة حاتفة و الف ستمية وتصل لالفين حاتفة في الدقيقة طبعا اولا المكوكية واللاغين عنها هي اللي تشغل بالسرعات البطيقة دي مية وستين حاتف الدقيقة وينتج قماش يعد اربعة و عشرين حاتفة في السنطي وتعمل الانوال بنسبة كفاءة اتنين و سعين في المية الكفاءة هي الزمن الفعلي هي الزمن الاصلي يعني لو قلنا المصنع شغال مية ساعة شغال بكفاءة اتنين و سعين ساعة في المية اتنين و سعين في المية يعني لو هو شغال مية ساعة بيشتغل فعلي اتنين و سعين ما البقى ده بيروح فين اعطال يبقى بيتعطل 8 ساعات بيتعطل 8% من وقت العمل ده هو شغال 100 ساعة وافترض الرقم ويعمل المصنع 3 ورديات وزمن الوردية 8 ساعات الوردية كم ساعة 8 بيشغال 8 ساعات في الوردية 3 ورديات في اليوم بكفاءة 92% الاماشة لحماتها 24 لحمة في الصنطي وسرعة النول الواحد من الانوان الخامسة 160 حدفة في الديئة طلب مني 3 مطالب طلب مني 3 امور اول مطلوب ايجاد نسبة فاقد الوقت ايجاد نسبة نسبة ودي سهلة خالص هطرح المية المفترضة كنت على 20% المية ده الرقم الكبير يبقى اول 100 ما تروح منها 92 لزمن الفعل او زمن الكفاءة هتبقى تمانية يبقى نسبة الوقت او الضايع كام شطار 8% بعد كده طلب مني انتاج المصنع في اليوم بالمتر واحنا تعاوقت مرينا على كذا مسألة دلوقتي النهاردة وعرفنا ان انتاج المصنع في اليوم بيجي من لحمات اليوم على لحمات المتر لحمات اليوم اللي هي تأتي من السرعة في 60 في الساعات في الورديات الامة الثلاثة في الماكينات الامة خمسة وطالما عندي نسبة انتفاع هقول بقى في نسبة الانتفاع اللي هي 92 مقسومة في المقام العالمي يبقى كده ايه عدد لحمات الامة يا جميح على لحمات السنت اللي هي 24% لحمات المتر يديك عطول انتاج المصنع في اليوم هو عاوز منك المدة اللازمة لانتاج 4400 و16 متر اماش خيرا اقول 4000 متر خيرا اقول 4000 متر وقول لك اللي 4000 متر دول دي طلبية المصنع المصنع عاوز مستهدف ينفس 4000 متر لو هو في اليوم بانتج 400 متر يبقى هو يخلصه في كمي يوم تقول لك ايوه مستر 4000 متر ده الانتاج الكل على 400 متر ده الانتاج اليومي يبقى 4000 متر يبقى اذا المصنع هيخلص الطلبية دي في عشرة ايام تاني لو ان المصنع بينسج 2000 متر في اليوم ومطلوب منه ينفس 4000 متر تقول لي 4000 متر على 2000 يبقى المصنع يخلص في يومين يعني عايزين نقول يكون الانتاج المدة اللازمة لانتاج اي طلبية بتأتي من الانتاج الكلي على انتاج يوم بس لازم يكون التمييز واحد انتاج كل من المتر على انتاج يوم من المتر لحمات يوم على لحمات لحمات الكلية على لحمات المتر الاجر الكلي على اجر يوم يعني اجر كلي على اجر يوم يا لحمات كلية على لحمات يوم يا انتاج كل من المتر على انتاج يوم يكون التمييز في البصفة وتمييز في المقام عشان نحصل على المدة اللازمة لإنتاج أي طلبية تعالوا نشوف الحل نسبة العطال زي ما قلنا هي كفاءة 0.5% بقى أطرح 0.2% مطروحة من المية يبقى نسبة كفاءة كام 8% عشان أحسن إنتاج اليوم من المصنع اللي هو المطلوب رقم 2 هيجي من لحمات اليوم اللي هو السرعة في 60 دي كده السرعة في سين كده لحمات الساعة في الساعات كده لحمات الوردية في الورديات لحمات اليوم في الماكينات لحمات المصنع في اليوم بلا توقف في نسبة الانتفاع اللي داخل أجداء معنا في المسألة المراضية أو المرة اللي هو الشغل الفعلي اللي أعمل فعليه على لحمات الصمت في 100 تعالوا نحش في الحل له السرعة 160 في 60 يبقى كده لحمات الدقيقة في الساعات تمانية في ثلاث ورديات في خمس ماكينات في نسبة الانتفاع 92 على 100 نسبة الانتفاع عندك 92% عن 92 على 100 انت دي الأعطاء لطلب حسابها ما لو قفرت دك والأعطاء في المسألة قالك المصنع هتعطى 8% يبقى كده هطرح 8 يبقى كده نسبة الانتفاع 92% من وقت العمل وكده برضو هستخدمه هنا واضرب في 92% على 100 تاني انتاج اليومي هنقول السرعة اللي هي عدد لحمات الدقيقة في 60 قده كده عدد لحمات الساعة في الساعات أي ساعات الورديات 8 في الورديات 3 في الماكينات 5 في نسبة الانتفاع 92 على 100 في لحمات المتر اللي هي لحمات السنطف 100 كده يديلك عدد الأمطار اللي المصنع ينتجها في اليوم اللي هي هنا طلعت 441.16 متر 441.16 متر نقدر بقى نجيب المدة لازم للتشغيل المدة أو عايزك تحسب للمدة اللازمة لتشغيل 441.16 أقسم 441.16 اللي هي الكمية كلها انتاج الكلي على انتاج اليوم اللي انت حسبته يديك عشرة أيام يعني عشرة أيام يعني كده عشان نحسن المدة لازمة التشغيل بقسم الانتاج الكلي بالمتر على انتاج اليوم بالمتر أو الأجر الكلي على أجر اليوم أو عدد لحماته الكلية على عدد لحماته اليوم اعرف كل الطرق اللي انت تخلص بيها لإيه تخلص بيها الحساب بتاعه إلى هنا أبناء وقت الطلبة بيكون وصلنا نهاية حلقتنا أشكركم وأرجوكم سفدتم منها أستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر